اشتركوا في القناة أريد أن أعرف منك أنت النقلة التي اتنقلتها قبل أن نتكلم عن الكتاب أنت كنت هندسة مظبوط ولكن واضح أن الأمومة يعني خدت كل أفكارك اتنقلت زي من الهندسة للكتابة وتحديدا في النوع ده من الكتابة لما كنت حامل كنت مهتمة قوي أني أتعلم عن التربية وده كانت شفت في دماغي وفي المايندسيت بتاعي وكل ما بتعلم بيزيد اهتمامي قوي بالسايكولوجي وإن أنا أتعلم أكتر عن علم النفس وكان في حتة ترانزيشنال كده يعني ما بين الهندسة وما بين علم النفس بفقات أنا اشتغلت في الهندسة 12 سنة وبعدين درست العلاج النفسي وأخذت بكالريوس وماجستير ده وانت حامل ابتديت تدريسي الحاجات دي؟ ابتديت بس طبعا الموضوع أخذ وقت يعني بس ابتديت من وأنا حامل أذاكر وأدرس وأفهم عن الفوزيتف ديسبلين عايزة بقى تعرفي سنقولها مامي بقى هتعملي إيه بقى؟ وبعد شوية بقى الموضوع بقى مهم قوي بالنسبة لي وعايزة أفيد الناس أكتر وأنا بدرس العلاج النفسي بقيت بشوف أنه أغلب المشاكل اللي بنيجي في الآخر نعالجها في المنتل هيلث ليه علاقة بسنين الطفولة فبقى عندي اهتمام أن أنا أساعد الأهل أكتر وأدرس أكتر عن الفوزيتف ديسبلين والفوزيتف سايكولوجي وأقدر أساعدهم عن طريق علم النفس وعن طريق الفوزيتف ديسبلين إزاي هذبوا تهذيب إيجابي يعني صحيح صحيح وإحنا محتاجين المساعدة الحقيقة يعني إحنا بنعترف أن أكيد كلنا بنغلط وأكيد كلنا عندنا يعني أحياناً غلطات بنتخط حدودنا أحياناً في حاجاته لكن بنتعلم واللي موجود الحقيقة دلوقتي من الكتب ومن السايكولوجيست أو المدربين النفسيين اللي زيك أو الإنترنت الحاجات دي كلها ما كانتش موجودة للأسف زمان الحقيقة فالنهاردة إحنا عندنا حظ كبير إننا نقدر نطلع أجيال صحية نفسياً وطبعاً جسمانياً ومعنوياً وكل حاجة ليه عشرين مبدأ؟ ليه عشرين بالزبط؟ وإيه هما العشرين؟ عشرين أنا اخترت أكتر حاجات بتسئل عليها آه يعني هما ممكن يكونوا أكتر ياهايدي أكيد أكيد يعني هو مش مجال الحصر لكن أنا حاولت أجمع أكتر مبادئ بنحتاجها وبتأثر في تكوين الشخصية وأكتر الأسئلة اللي بتجيلي على السوشيال ميديا ليها علاقة بالموضوعات اللي أنا حطتها في عشرين تابك علشان أقدر أجاوب عن الناس يمكن بشكل مستفيد أكتر في كونتنت متجمع فتقدري تشوفي فيه كأنه مرجع بتمشي معاه وبيساعدك لغاية سنين المراهقة إيه هما العشرين بقى؟ إيه هما أكتر حاجة أنت بتتسئلي عليها لدرجة أني قررتي تذكريهم في كتابك ولهما العشرين مبدأة؟ الانتقاد واللوم وتأثيره على الشخصية وزي بيأثر على أولادنا ربط الفعل بالفاعل إن أنا لما باجي أوجه ابني مثلا مش بوجه إن أنا رفضة السلوك أنا بقوله أنت كده فأنت كداب أنت كده هتبقى حرامي أنت كده متطاول أنت كده قليل أدب وكأني وأنا بوجهه أنا بلزق الصفة فيه طب أقولها إزاي؟ هنقول المشكلة أنا مش عاجبني أنك بتكلم ماما بالطريقة دي أو مش عاجبني أنك بتكذب مش عاجبني يعني خلينا نقول بلاش بتكذب بس عدلي تاني اللي انت قلته هو ده كل اللي حصل مجرد إن أنا بهايلايت السلوك السيء أنا بصدق ده عن نفسي إن أنا بكذب أو إن أنا كذب فعلا مش بنقول إن إحنا ما نوجهش لكن بنقول بنوجه إزاي؟ هو ده اللي بيفرق بعد كده في صورتنا عن نفسنا بنتك بتاكل كتير ممكن تقول لها أنت كده هتتخني أنت خايف عليها حقيقة طبعا لكن هي بتدت تاخد صورة عن نفسها إنها تخينها إنها وحشة وإنها مش مقبولة طب أنا عايزة أوجه ده أساعدها إنها تفكر في نظام هلسي أو إنها تنزل رياضة أو إنها نبقى عندنا سيستم أو نظام معين لطريقة الأكل مثلا أو إنها بتعمل معي الأكل أوكي وهكذا ده جزء من الطريق طب إحنا كنا بنتكلم عن العشرين مبدأ عشان نرجع ليه أه هقول أنسي تتكلمنا عن الانتقاد تتكلمنا عن اللوم تتكلمنا عن المقارنة يس صحيح تتكلمنا الأسلوب قلت ذكرتي الأسلوب دلوقتي الأسلوب في طريقة الانتقاد مظبوط كده مظبوط تمام إزاي بدي اختيارات ما بزنقش ابني خصوصاً الشخصية القوية لما تزنقيه في كورنر إنه ماما قالت كده أو بابا بيقول كده نقطة بيبدأ يعنت في المراحقة يعني مش هتجاوب فإزاي بدي اختيارات إزاي بساعد نفسي إني أفكر في بداية المقبولة بساعد ابني كمان إديني إجزامبلز بول يعني أحب أنك تشرحي لي وتشرحي لكل المشاهدين كل صفة أو كل مبدأ من الاهتماتي أنك تقوليهم بإجزامبل حلو يمكن الوقت ما يسعنيش طبعاً أكيد بس يعني على قد ما نقدر يس أنت مش هينفع تنزل دلوقتي طب إيه اللي هينفع أنك تخلص الواجب بتاعك وبعدين نشوف هنعمل إيه وكأنه وأنا بقول لأ بحاول أتجنب كلمة لأ ودي البديل ده لو ابني كبير لو ابني صغير في السن سبع تمن سنين بقوله أنت مش هينفع تشتغل على الآيباد دلوقتي مش هينفع تلعب على الآيباد دلوقتي بس اللي أنت هتقدر تعمله إما أنك تخلص الواجب أو أنك تخلص الغدر بتاعك الأول وبعدين نلعب على الآيباد أيه تدينه اختيارات أدي اختيارات فتحس أنه هو سيد الموقف طيب عرف الفكرة دي بتنفع كمان في سنة ثلاث سنين حتى ليه ما أنت مش هينفع تاخد الآيباد دي بس اللي ممكن ينفع تاخد ده أو تاخد ده ماشي ماشي ايه تاني المبادئ فكري معنا الزعيق الزعيق إن أنا بزعق في أولادي على اعتبار أنه دي طريقة من فينا ما بي زعقش صح كلنا من فينا ما بي زعقش مين أم في لحظة من اللحظات أعصبها ما بتفلتش لأي سبب مش شرط يكونوا هم الولاد السبب عندك سترس في شغلك عندك مشكلة في حاجة أحيانا ممكن تكون الأم والأب على خلاف معين فتكون الأم وصلة للافل من العصبية والضغوطات كبيرة جدا كلنا بنزعق صح كلنا بنزعق أحلها إزاي دي بقى أعملها إزاي بسي ولما زعق أصلح اللي أنا عملته إزاي طلعوا مفهوم اسمه التربية اللطيفة احنا نحب نبقى لوطافة على فكرة بس مش ده اللي احنا متكلم عنه خالص ولا دي التربية الإجابية ولا التربية الإجابية بتقولك ما تنفعليش أو تكوني بتمثلي أو تكوني إنسان غير الإنسان علشان ما تكسريش ولادك عشان ما تتلقى لأ هنزعق وهنتضغط وأعصابنا هتفلت بس الفيصل هنا هو إيه العادي اللي احنا بنستخدمه هل هي دي الطريقة ولا ده الإكسابشن أيوة ده العادي اللي احنا طول الوقت ماشيين بنزعق فيهم ولا ده الإكسابشن اللي لما بنكون مضغوطين بنغلط بنغلط ولما بنغلط بنعتذر صحيح لأن أنا بدي نموذج كمان لإبني بالقدوة وده واحد من المبادئ اللي أنا حطتها هنا برضو فالقدوة أنا بعمل إيه لما بغلط أنا بدي له مفهوم إزاي صحح الغلط بأي شكل وبأي طريقة فإني اتضغط وانفعلت اتعصبت إتس أوكي لأن إحنا نحن مش عايزين مثالية أيوة لكن إيه العادي ولو أنا النهاردة مضغوطة في شغلي أو مع جوزي أو نتيجة خناقة أو مشكلة فهل الولاد هم المكان اللي أنفس فيه عن غضبي أو عن انفعالي الحقيقة لا ظلم الحقيقة لا وعشان كان دايما على فكرة معلاش ده بيجي للأم ولا للأب أكتر بس أنا بحس دايما إن الأم أكتر بيكون عندها الجلد أو الحتة بتاع التقنيب الدمير إنه أنا لما ببقى مود مش كويس لأي سبب أيا ما كان هو إيه المود ده سببه إيه بتاع الصابة متضايقة مضغوطة تعبانة زهقانة وبتدي أطلع ده في ابني أو في بنتي أعتقد إن الأم تحديدا بيجي لها تقنيب دمير معين وطول الوقت بنكون عايشين بالجلد دي وبتقنيب الدمير ونبقى محتاسين بقى مش عارفين نصالحهم إزاي ونرضيهم إزاي ونحاول نضحك عليهم بقى عشان ننسيهم حاجات زي كده صح ولا غلط صح بس هي سايكل بس هل ده صح ولا أنا بتحيل على الأمر بتحيل طبعا لا حل مشكلتي ولا أنا عرفت أتعامل مع الضغط واللي تأذى أنا وولادي يمكن قبلي لأنهم الأضعف الحلقة الأضعف طب نحله إزاي هاي دي من وجهة نظرك يعني فكرة إنك لما أحيانا بتطلعي عن شعورك أحيانا بتطلعي عن شعورك وبعدين أنت تبتدي السايكل بقى اللي أنت قلت عليها دي تدخلي أنت في تقنيب الدمير أن أنا طلعت فيهم هم يعني سايكل كده نحاول نطلع منها إزاي ونطلعهم من حساباتنا إزاي وإحنا متدايقين أقول لك حاجة يا رانيا كثير أمهات تيجي تقولي بوسي هايدي شوفي لك حل في إبني مغلبني تعبني مطلع عيني ما بيسمعش الكلام الحقيقة أنا مش أول حاجة بقوم جايبة طفلهم أعداء قدامي أنا بتكلم عن هنا 13 14 16 سنة مش بقعدوا هو أنا بعمل حواري مع الأم ليه لأنه كثير نتيجة الضغط اللي إحنا مش عارفين نتعامل معاه أولادنا بيتئذوا وبيوصل الموضوع للصدام وعدم تجاوب فلو سؤالك أنا عايزة أجاوب عنه وبقلب صادق ونفسي إنه كل حد فعلا هنا يسمع ده إنه إحنا البداية مش أولادنا البداية إنه إحنا نعرف نتصالح مع نفسنا نحب حالنا إحنا ساعات مش بنحب نفسنا أي بنحط الحب ساعات بشروط خصوصا لو أنا تربيت عالطريقة دي أعمل كذا علشان أحبك إنجح علشان تبقى مميز علشان ما يقولوش عليا معرفتش أربي علشان منظري قدام أبوك شوية حاجات كده الولاد ملهاش علاقة بيها هي علاقتها بي أنا أيوة لما نيجي نتكلم عن الضغط أو أنا مش عارفة أتعامل معاه في طرق مختلفة منها إن أنا ساعات بحتاج علاج نفسي حسب الضغط حسب كميته حسب قد إيه تأثيره أيوة أمتحت قد إيه عميق أيوة فساعات بحتاج مساعدة لو أنا بتعامل مع فقد أو ترومة أو أزمات أنا عدت فيها أيوة وبتأثر علي خصوصا لو الأزمات دي مستمرة عندي عن مشكلة مستمرة وأضي فيها أيام كثيرة من حياتي في حاجات لي علاقة بإزاي أتعامل مع الضغط زي أن أتنفس سنفس عميق أخذ نفس وأساعد نفسي أني أهدى وأعلم التكنيك ده كمان لأبني أحيانا إن إحنا ما نتنقش وقت الغضب عارفة وقت الغضب إيه اللي بيحصل إحنا بنقرر نتدخل زي طفاية الحريق نحل الأزمة وأقول المبادئ أنا قلت لك ما فيش تليفون أكتر من ساعتين في اليوم صح؟ وأدخل بقى أنا كأني المنقذ في القصة اللي بيحصل صدام وعناد ده معناه إيه؟ معناه أنه مخنا كأنه في أدينا ده فصل مخ الخلفي المسؤول عن الزكريات والمشاعر والحاجات اللي تخزنت في اللاوعي ده فصل مخ اللي قدام المسؤول عن القرارات والوعي والإدراك وهنعمل إيه؟ ونفكر بالقواعد والقواعد بنحطها إزاي؟ ميش؟ وقت الانفعال والضغط والغضب عارفة إيه اللي بيحصل؟ إيه؟ مخنا كأنه مقاش في وعي غير بيفليب آه وينت درجة الوعي بتقل تماما؟ اللي بيتصرف في الموقف اللي هو وعي فابدأ أقول كلام زي ما كانت أمي بتقوله أو أحكي مواقف بالطريقة اللي كنت أنا بعيشها وأنا طفلة أو أخذ ردود أفعال عنيفة لأني أنا خايفة خايفة على سلطتي أو أني أفقد هبتي مع أولادي أو أمور ما تخزنت في اللوعي صح طيب إيه اللي محتاجين نعمله؟ إن إحنا نهدى فنبدأ نغير من طريقة تفكرنا نفس النموذج ده على أولادنا فتخالي لو أنا كده وإبني كده وعمالي زعق وعصبي اللي هيحصل في الموقف إيه؟ تصدم رهيب تصدم رهيب طبعاً والخناقة اللي ممكن تحصل وتنتهي في نص ساعة طبعاً طبعاً وأحياناً الولد ما بيردش وبيكتم في نفسه وبيخزن الكلام الوحش اللي بنقوله وأحياناً بنزعل بعد كده من نفسنا وأوقات نقول كلام إحنا مش قصدنا خالص المعنى الوحش ده لإن إحنا مفيش أم عايزة تأذي ابنها أو بنتها بس ممكن عفوياً كده أنا زهقت مثلاً أنا زهقت دي لها كده معنى يعني أنا زهقت منك؟ ولا أنا زهقت من الموقف؟ ولا أنا زهقت من إيه؟ هو هيترجمها إزاي؟ هو هيفكر فيها بعد كده إزاي؟ هي دي المشكلة اللي أحياناً بنقول كلامه إحنا متعصبين مش المفوضة قلو خالص بلغت أو الموقف ما كانش يستحق كل ده بالسطط وده اللي إني بقى عندي التروماس اللي إنتي كنتي بتقولي عليها دلوقتي أياً ما كانت أنا بقى بمر بإيه أو مريت بإيه أنا بقى محتاجة مساعدة دي حاجات خصيني أنا كأم أو كأب صح والشماعة اللي إحنا بنحط عليها أصل هو عصبني أصل هو دايقني أصل هو عارف إنه ده غلط وأصد إن هو يعمله لا على فكرة هو إنتي لو توقعاتك وده واحد من المبادئ اللي موجودة هنا توقعات المعقولة المناسبة لو توقعاتك إنه الطفل مش هيغلط أو هيعيد الغلط لا طبعاً دي مشكلتك إنتي طبعاً يعني دي مشكلت أنا كأم مين فينا مغلطش هو طفل؟ ومين فينا مكررش أخطأه هو طفل؟ إيه تاني من المبادئ؟ مش عايزة أسترسل في جزء معين عشان ما يفوتناش مبادئ كتير عايزة المشاهد يستفيد على قد ما يقدر منه إحنا أريزي بنحكي في المبادئ وبأقولك على المكتوب هنا وعايزة أقول كمان عن القواعد يلا القواعد إحنا ساعات بنحطها بطريقة على اعتبار إنها هي القواعد اللي إحنا محتاجين نتبعها وده حقيقي لكن إحنا القواعد محطوطة عشان تساعدنا مش عشان تمشينا بس بمعنى إيه؟ بمعنى؟ مش القاعدة للقاعدة لازم يكون فيها شوية مرونة فلو ابنك النهاردة مطش مصر مثلاً وإنتوا متفقين إنه لازم هيخلص الواجب اللي عليه ومخلص كل الواجب وعمال عايزة يشوف كل مصر نازلة تشوف المطش صح صح يعني شوية مرونة شوية تفاهم صح والقواعد مش بنحطها وإحنا متعصبين أو غضبانين وإحنا قاعدين على الكنبة بناكل فشار بنتفق إحنا عندنا مشكلة في الموبايل خلي بالك إيه اللي ممكن نعمله؟ وخلي ابني يشترك في وضع القاعدة فده بيخلي يتجاوب بصورة أفضل صحيح صحيح لما بيبقى القرار طالع منه هو زي كده بالزبط لما أحيانا بيقال إنه خياريه في نوع العقاب خياريه في نوع العقاب أو تحب تتحارم من التلفزيون أو تحب تتحارم من الخروج مثلاً أو تحب تتحارم من الموبايل يس مثلاً في حاجة كمان في المبادئ ديات لي علاقة بالمقارنة ابنك مش زي حد ده حقيقي ولا حتى زي أخوه ولو أخوه ده التوقم اللي جاي في نفس الوقت من نفس البطن من نفس الأب صح كل واحد ليه شخصيته صحيح بحس بالنقص بحس بقلة الحيلة بحس بالإحباط لو أنا دايماً حاسس إن أنا مش بحقق أو أنا مش زي حد فعلاً المقارنة من أسوأ من أسوأ الأفعال اللي ممكن أي أم أو أي أب أو أي إنسان يعملها يعني حتى حتى لو ده لو جوزك قرنك بستة تانية هتتدايق إحباط هتتدايق ما بالك بقى لو أنت قارنت ابنك بولد تاني أو قارنت ابنتك ببنت تانية ممكن نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا يالا تفضل موسيقى رجعنا لكم مرة تانية ولسه من ورانا الكاتبة ومدربة التربية الإيجابية هايدي المصري وبنكمل كلامنا معاها وبنتكلم معاها عن كتابها لأنها تفرق الحقيقة إنه في حاجة كمان عايز أكلمك عنها وليه دايما الأم متهمة بأن هي المسؤولة عن التربية لوحدها وأي غلطة يقع فيها الولد تبص تلاقيه ما هي تربيتك تربيتك وكأنه الأب مكانش موجود وهي بتربي ليه سمتيه اتهام يعني ليه مصنع اتهام هو فيه جزء بيبقى اتهام وفيه جزء بيبقى إسقاط على الأم وكأنه الأب بيخلي مسؤوليته أحيانا من التربية علشان يحملها هي نتيجة الخطأ اللي الولد وقع فيه على رغم إن الولد ده ممكن يكون في شاطر وكويس وحاجات تانية كتير قوي ما بيتقلهاش مرسي بس بيتقلهها لما بيغلط لتربيتك علشان كده أنا بشوفه اتهام أحيانا يعني للأسف أنا بشوفي إن هو مش اتهام على قد ما هي ثقافة مجتمع ثقافة مجتمع طبعا أنا أوافقك برضو أنا أوافقك على ده وعلى ده طبعا بتبقى اتهام من وجهة النظر اللي حضرتك تكلمي فيها لما أنت ما عملتيش أنت ما سوتيش أيوة بالزبط شوفي سلوكه عامل إزاي شوفي تصارفه إيه يعني أنت موافقة على اللي بيعمله ده وكأنه بس ده بيحصل ياهايتي ده بيحصل ده بيحصل فعلا وفي أزواج كتير بيقولوا اللي أنت بتقوليه ده صح بيحصل وبيتقله في محاكم مش بس في بيوت بالزبط بالزبط طب أنت استنيت الغلطة دي وقلت دي تربيتك طب فين بقى كل الحاجات الكويسة اللي هو أعملها وطب لو هي تربيتي أنت كنت فين وأنا بربي عرفة ساعد بشوف أنها البداية هي المشكلة مش وصلنا لإيه اشرحي لي أنا وفقت على ده من الأول آه إحنا اتفقنا على ده من الأول رديت عنه سواء بقتناع أو باتفاق أو اتفاق ضمني حتى أنه أتحط في الخانة دي بس جزء منه بيبقى كأني مغلوب على أمل أتحط في الخانة دي أحياناً ما بتكونش اختياري أحياناً بتبقى إجباري إجباري ليه؟ النهاردة أنت عندك نسبة طلاقة عالية جداً 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 ومعظم الولاد بالطبيعة بيكونوا مسؤولية الأم في الأكل وفي الشرب وفي التعليم وفي التمارين وفي التربية وفي المدرسة وي 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 ده نومبر وان نومبر تو أنت عارفة أنه قد إيه الأم بتكون أقرب بحكم أنه الأب دايماً بنقول أنه بيدور على الشغل وبيدور على الأكل العيش ودايماً بيشتغل وي 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 فأحياناً ما بتبقاش اختيارية بس كأنه المشكلة دي بتسمع مشكلة تانية في الجواز بمعنى؟ عندنا مشكلة في التواصل التواصل طبعاً كومنيوكيشن دي مشكلة كبيرة بالضبط عندنا مشكلة أصلاً في تقسيمة الأدوار ما بينها لما جي أولادي في الأول وأعمارهم صغيرين أنا قررت أني أتجنب أبوهم عشان أخلص أو علشان أنجز أو علشان هو مش بيعرف وبيقول لي مش بعرف مش تمام مش شوية المشاكل دي لو في أسر حديثة بتسمعنا أنا أقول لكم ما تتجهلوش ده لأنه ده هو اللي بيتبني عليه بعد كده الجواز أو التردية أو كل فدخلي الأب معاكي في كل التفاصيل تقولي كده ما تتجهلهوش ساعات بنتجهل الأب لأنه بيكبر المواضيع بس هو لأنه بيكبر المواضيع أو دي طبيعته فإحنا ساعات بنحتاج إحنا نشتغل على علاقتنا إزاي نتفاهم وإزاي نتواصل مش بس نخلي الولاد ما بيننا وهي خناقة مين هيعمل إيه وكأنه كل واحد نستنى للتاني غلطة عشان يقوله شفت أهو ده اللي أنت عملته أنت السبب كل واحد عايز يحط التاني وفي الخانة بتاعت ده بسببك أنت فكأنني أنا عايز أوسع المشكلة أنها مش بس خانتيك عند التربية أو اتهام أنك أنت السبب بس أنت هتلاقي النمط ده بيتعاد في كل الحاجات صرفت الفلوس وخلصت آه ما هو أنت مبزرة أنت عزمتي أهلك من غير ما تقولي لي أنت خرجتي مع أصحابك وأنا مش مهم وكأنه لو إحنا ابتدينا نحس أنه في مشكلة في التواصل أو الناس هيدفعوا تمن ده ولدنا صح وهتيجي بعد كده المشاكل اللي حضرتك بتقولي عليها صح ولو المشاكل دي بقى حصلت كده كده وهم بيستغلوا ده جدا لو في مشكلة في التواصل وبيكونوا في منتهى الزكاء وبيبقوا عارفين كويس قوي ياخدوا إيه من مين ويعملوا إيه مع مين ومش صح أنه يكون في مشكلة في التواصل موافقكي جدا طب لو حصلت بقى المشكلة اطلبوا مساعدة يا جماعة صح أو أنتوا هتتعيشوا بالطريقة دي وهتسوق مفيش أي وعد أنه لو في مشكلة وإحنا شفناها مشكلة وفضلنا متعيشين معاها واتصالحنا مع المشكلة أن المشكلة هتتحلل وحدها موافقكي جدا موافقكي جدا مفيش أي قانون بيقول كده صح إن كبر ابنك خوي دي معروفة صح صح بس خوي لحد فين وخوي من إمتى وخوي من إمتى وخوي لحد فين أنا برضو أحيانا بشوف لفلز من الصحبية لا بتستوقفني فيها تجاوز فيها تجاوز والدلع دي واحدة من المبادئ اللي أنا كتبتها أحكي لي شوية عن الجزئية دي ووجهة نظرك عنها عاملة ازاي في حاجة اسمها الحدود في حاجة اسمها القواعد والباوندرز فيه لو أنا كإنسان مش عارف إي حدودي وأنا كل اللي أنا عايزه وباخده كل اللي أنا بطلبه مجاب أهلي موجودين دايما بكل طلباتي إنها تتحقق في الوقت اللي أنا عايزه وبالطريقة اللي أنا عايزها ده مش بيعلم الطفل إزاي يعتمد على نفسه صح بيعلمه التواكل مش بيخليه عنده ثقة بنفسه لأنه عارف إنه فيه حد هيحلله مشكلته فهنا هو ده الفرق بين التوازن والدلع إحنا محتاجين نعمل توازن وندلع أولادنا نحبهم ونحبهم بدون شروط لكن بدون ما نكون سبب في إن إحنا ندلعهم التوازن ده بنتعلمه برضو أيوه ليه؟ عشان بسهولة يقلب أسوأ لو أنا حاولت إن أحط قواعد زي ما بيقولوا بقى وأعمل نظام وأعمل روتين وكنت أسية في وضع روتين فبسهولة أروح لنحية الأسوأ أو أروح لنحية الدلع حسب طبيعة شخصيتي أو الطريقة حتى اللي أنا اتربيت عليها كأم أو كأب اللي إحنا عايزين نعمله هي الحتة اللي في النص اللي فيها الطفل بيتعلم عن المسئولية تعلم عن الحدود تعلم عن القواعد اللي مسموح اللي مش مسموح ما فيش تجاوز في التربية الإجابية بيقولك التربية الإجابية دي بيتعلم الولاد قلة الأدب يخليهم ما بيحترموش الكبار ده كلام فاضي تربية الإجابية أو سيبك من المسمى تربية تعني احترام الآخر تعني أن أنا أعرف أني أعمل الصح وأحدده لوحدي وأعمل الغلط أعرف أنه هو ده غلط واعتذر عنه فكأنها بتنمي السنسور الداخلي عند البني آلم أنه يعمل الصح بدون رقيب بدون وجود نموذج للعقاب أيه 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 بتسديي في موضوع العقاب الشديد ده يعني العقاب والسواب يعني أنت تفضلي أنك تعقبي وتحرمي وتمنعي ولا تفضلي أنك تتكلمي معاه وتشرحي له وتفاهميه وتغضي منه وعود أنه مش هيعمل كده تاني إيه الطريقة اللي تعجبك أكتر؟ كأم صارت النظر بقى عن الكتاب وعنك ككتابة كأم تعودي النهاردة مع أولادك تتكلمي وتشرحي وتفاهميه الغلطة دي وصلتك لفين؟ وممكن كانت تؤصلنا لفين؟ ولا تقفلي وتعملي وتعقبي وتحرمي؟ إيه الطريقة اللي تعجبك؟ كأم ولا كأم؟ مختصة طيب كأم دايماً بشوف إيه الدرس اللي أولادي عايزيني يتعلموه وراء القصة اللي حصلة دي إنها مرتبتش جدولها إن الأودا متلغبطة إنها ضربت أختها إنها أزت حد أنت قوم البنات؟ أنا عندي بنتين ما شاء الله ربنا يا حميل مرسي فدايماً بشوف إنه اللي هيحقق لي الهدف ده مش العقاب ولا المنع لأنه العقاب بيخليهم يدخلوا في تنترمز ونوبات غضب أو عصبية وفي الآخر مفيش حاجة مش بيتعلموا حاجة ايه ولا المكافأة تخيالي يعني إنها تذاكر أو تتعلم إزاي تذاكر مش مرتبط بإن أنا قدتها إيه مرتبط بإنه أنا حطيت خطة إزاي أساعدها تتعلم تذاكر لوحدها مفققي برضو فالعقاب والمكافأة ايه بالنسبة لي أنا هايدي كأم مش بيحققوا لي أي مكسب وبما إني عرفت كمان تأثيرهم بعد الفهم والعلم يعني أنت عارفة بيخلي المخ يعمل إيه يا رمي السيناريو اللي أنا حكيت لك عنه من شوية يخليني تحت ضغط ليه؟ لأن أنا خايفة من العقاب أو متحفزة عايزة المكافأة فبيخليني مش عارفة أتجاوب معاك بصورة طبيعية صحيح وباختفاء هذا الحافز يختفي السلوك الكويس صح فأنت لو غبتي هعمل على هواية بالزبت لو ما فيش مكافأة ها هتديني كامل ومش هعمل ما انت هتديني كامل موضوع تحاول إلى حاجة مادية بقى خلاص وكأننا بنربي علشان ياخدوا مكافأة صح صح جدا فعلى الناحيتين على التو سايدز كأم أو كمختصة العقاب والمكافأة لحظة لحظة حتى ده انت وانت بتعمليه ايه تأثيره على ابنك صحيح صحيح القدوة القدوة في حياتنا وفي حيات ولادنا طبعا في حيات ولادنا مش في حياتنا أصد في حيات ولادنا يعني أكيد مهمة جدا ويأتي لي عند المراهقين لأن المراهق متخبط وعنده أفكار كتير وحلامه كتير ولسه مش عارف هو عايز يعمل ايه فين امتى عارفة واحدة من الأمثلة اللي جات في بالي وانتي بتحكيه عن القصة بتاعت القدوة أني أقول لأبني احترم ماما ما تتكلمش معايا بالطريقة دي وطي صوتك وأنا أصلا أنا عمالة زعب أنا ما احترمتهوش فهنا لو أنا I'm seeking in الاحترام من ابني ده معناه أننا كمان محتاجة احترمه خصوصا بقى لو ولد لأنه بعد شوية في يوم وليلة صوته بيتغير بيبقى أطول منك ولو أنتي بتمدي إيدك عليه هو هيزقك ولو أنتي بتمنعيه بعنف أو بصورة فيها عدم احترام هو هيقصد يرد أو يقول لك كلام يوجعك لأنه هو اتواجع قبل كده يعني موسي طبعا مدل إيده كلام ده كله ده مدون وي يعني ده مش مش الخريطة أصلا وأتمنى يا رب أن أي حد بيتفرج علينا يكون بيعمل الطريقة دي أو بيستخدم الطريقة دي يتأكد أنه هو بيأذي ابنه بشكل كبير جدا أو بنته الزعيئ هي اللي ممكن زي ما كنت بقولك في الأول أحيان إن الواحد عصابه بتفرد بس عملتي قدوة إنها أم سوري أنا ما كانش أقولي إن أنا فعلت زيادة عايزة بقول حاجة بخصوص الاعتذار لما أقولي الاعتذار ماشي يا رانية أنا أسفة أنا أسفة بس أنتي العصبتيني ده مش اعتذار لأن أنا حملتك برضو مسؤولية المسؤولية؟ إنها بقيت عصبية أنا كأم وكمسؤول وكموربي أنا المسؤولة عن ردود أفعالي أوكي فأنا محتاجة أشيل الجزء اللي يخصني في مسؤوليتي واعتذر إن أنا عصابي فلتت أو أنا مضغوطة شوية وإنتي شايفة إن القدوة الحقيقية للإبن أو للبنت هي أمها أو أبوها أول قدوة أساس لكل حاجة بعد شوية بيدخلوا الأصحاب بيدخلوا السوشيال ميديا بس إنتي عندك مثلا أول ست سنين هو النموذج إيه؟ هو البيت هي العيلة طبعا طبعا أنا طبعا ممكن أتكلم معيكي يعني أسبوع يعني أنا ممكن أعد أتكلم معيكي في المواضيع دي لأن القصص التربوية وقصص الأولاد والأطفال والمراقين لا تنتهي وكلنا كلنا بنكون عايزين نتعلم ونعرف فيها أكتر وأكتر نورتيني وسعيدة جدا جدا بكتابك وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني نتكلم فيه عن جزئية تانية ما تكلمناش عنها النهاردة مرسي قوي يا رانيا للاستضافة الجميلة ديت وتكلام معيكي شايق وممتع وفعلا كأني مش عايزة أخلص مرسي أكيد هنتقابلتيني إن شاء الله بإذن الله بشكرك طبعا بشكر دفتي لنورتني النهاردة لأستاذة هايدي المصري تكلمنا معاها عن كتابها لأنها تفرق كلامنا عن التربية وعن الأولاد وعن الأطفال وعن البيوت ما بيخلص بس للأسف لازم نختم كان معاكم رانيا الساقين بشكركم